أعزائي الطلبات وطالبات السنوية العامة أهلاً ومرحباً بكم في حلقاتنا المتواصلة واليوم نلتقي مع بعض سوياً في مراجعة ليلة الامتحان كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأطحى المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات طبعاً أعزائينا نقول أن الامتحانة كذا امتحان قبل كده عربي فلسفة في مواد امتحاناها يعني شوفنا الدنيا مهالصعب أول تخريف زي ما احنا متخوفين من أول السنة وزي ما قالت لكم طول السنة أن الدنيا بسيطة مهالصعب أول حاجة بس احنا بنركز يعني شوفنا الامتحانات اللي نزلتها الوزارة والمركز اللي قام الامتحانات المتحانات التجربية فما هفهش مشكلة أول حاجة يعني وزي ما تعودت معاكم طول السنة أن الامتحان اه إذا كان فيه عمق تاريخي كبير برضو فيه حاجات عندي برضو فيها أنواع من أنواع السطحية وبسيطة كتاب معانا بيسهل لنا وزي ما قلت لك تلون بلونين يعني مثلاً تمسك ألم زي ده تلون به التواريخ ألم لون تاني تلون به الأسماء عشان تعرف لو احتاجت كتاب المدرسة في اللجنة تعرف تجاوب وتطلع الحاجات البسيطة دي من غير مشاكل ومن غير تعب ومن غير لغبطة بنقول معكم في ليلة الامتحان حاجات كتيرة جداً يعني أنا بقى معكم مراجعات عامة في ليلة الامتحان ومراجعات جزئية بالإضافة طبعاً للامتحانات الأديمة أو الحلقات الأديمة اللي احنا تكلمنا فيها طبعاً عندك حلقات على اليوتيوب بتعدل حوالي 45 حلقة في حلقات مودتها ساعة وحلقات مودتها ساعتين كل الحاجات دي جايبة بتنظيم وجايبة أسئلة كتيرة جداً أنا كنت بحط في الحلقة فوق الحوالي 40 سؤال كل ده هنحطه مع بعض وهلا إن شاء الله الدنيا بسيط هنبدأ معكم النهاردة في مراجعة ليلة الامتحان مراجع عامة على المنهج وهنشوف الدنيا فيها إيه هنبدأ نقول أسئلة هي مهش جديدة طبعاً أنت كلكم متعودين على الأسئلة بتاعتي واللي قلناها طول السنة في الحلقات نبدأ سؤال كده في فصل أول لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم تشابهت الصورة الفرنسية من حيث الهدف مع صورة الصورة الفرنسية من حيث الهدف تشابهت مع صورة إيه؟ واحد خمسة وعشرين يناير 2011 اتنين صورة يوليو 1952 ثلاثة صورة مارس 1804 صورة 1919 كتابة له وقع كبير جداً وإنت بتكتب الكلمة وبتعرف كل كلمة بتقول إيه؟ تشابهت الصورة الفرنسية اللي قامت في فرنسا من حيث الهدف من حيث الهدف نركز كده في السؤال لأن نفيت دا شابه من الصورة الفرنسية وكل الصورة دي بس نقول لنا من حيث الهدف مع صورة مين في دول؟ ها؟ نشوف كده مع بعض بنقول مع صورة بالزبط صورة يوليو 1952 برضو عشان ما نفكرش كتير ونضيع الوقت نقول يا أستاذ لأن صورة يوليو هدفها القضاء عن نظام الملكي زي ما حصل في الصورة الفرنسية صورة يوليو هدفها على القضاء عن نظام الاقطاعي زي الصورة الايه؟ الفرنسية إذن في الشابه هنا بينهم ايه؟ واضح جدا طيب لما نجي نقول نقطة ايه؟ تانية تأثرت تأثرت من اللي تأثرت الحملة الفرنسية؟ تأثرت الحملة الفرنسية بحصار الانجليز لشواطق مصر او لمصر من الناحية ركز معايا كده الحملة الفرنسية تأثرت بحصار الانجليز لهم في شواطق مصر من اي ناحية بالضبط؟ اول واحدة عندي بنقول النحية الاقتصادية والعسكرية اتنين العسكرية والسياسية ثلاثة السياسية والثقافية اربعة الاقتصادية والدينية الحملة الفرنسية تأثرت بحصار الاسطول الانجليزي لها تمام احنا قلنا حصار الاسطول الانجليزي للشواطق البصرية بعد موقعة ابيقير البحرية قاد البحر المتقصد اهو قاد هنا مصر اهيه قلنا في اسكندرية حصار الاسطول الانجليزي للشواطق المصرية وقف هنا كده وحاصر الشواطق دي كلها طب لما حصرها ده اصر على الحملة من ناحية ايه؟ بالضبط بنقول من ناحية الاقتصادية ومن ناحية العسكرية من ناحية الاقتصادية ايه؟ وقف تجارة مصر الى الشمال كده التجارة بتاعتنا وقفت للشمال طب من ناحية العسكرية منع وصول امدادات ركز فيها كده؟ ركز اقتصادي حصار تجارة مصر الشمالية وانحصار تجارة مصر في الجنوب طب عسكرية منع وصول امدادات منين من اوروبا اوضحها لك بصولة اتنى اكبر شوية خليك معايا كده لما نقول الحملة الفرنسية لما جات مصر كان من ضمن اهدافها ضرب مصالح انجلترا في الشر طبعا انجلترا مش هتسكت تعمل انجلترا بسرعة انجلترا ادي مصر عندي ايه؟ مصالح انجلترا هنا في منطقة الشر ايه؟ مصالح انجلترا هنا في الهند انجلترا على طول راحت بعتها الاستوري الايه؟ الانجليزي دخل البحر متوسط وصل مصر غرق الاستوري الفرنس وحاصر الشواطئ المصرية نتيجة للكلام ده ايه؟ انحصار تجارة مصر في الجنوب طبعا انا كده باتكلم على ضرب اقتصادي سيم قلت طب العسكري انتهينا عملت ايه؟ اغراق الاستول الفرنسي طب الاستول الفرنسي لابا غيره وحاصر الاستول الايه؟ الانجليزي ادي فرنسا الامة ايه؟ النتيجة فشلت فرنسا في ارسال امدادات عسكرية الى ايه؟ الى مصر طيب تمام لما نجي نقول برضو السؤال تاني تعرضت من اللي تعرضت الثورة الفرنسية لمؤامرات ركز كده في النقطة دي تعرضت الثورة الفرنسية لمؤامرات وحروب مع كل اوروبا مثل ركز كده تعرضت الثورة الفرنسية لمؤامرات وحروب زي مين يا استاذ؟ واحد الثورة العربية اتنين صورة تسعتاشر تلاتة صورة يوليو الف تسعمائة وخمسين اربعة صورة نوفمبر الف تسعمائة خمسة وثلاثين ركز فيه كده تعرضت الثورة الفرنسية لمؤامرات وحروب خارجية مثلا الحروب الخارجية اللي تعرضت لها الصورة الفرنسية لما قلنا تحالف كل اوروبا زي ما قلنا قبل كده في أول السنة برضو في الأسئلة لما الصورة الفرنسية قامت حصل ايه؟ كل اوروبا دي بزعمة مين؟ انجلتورا دي اعلنوا الحرب على مين؟ على فرنسا طب وفي الاخر يا استاذ فرنسا طلبت كل اوروبا مين من الصورات اللي عندنا في مصر؟ كان شبه الصورة الفرنسية في المؤامرات الخارجية هل عرابي ولا صورة تسعتاشر ولا تنين وخمسين؟ بالفعل بنقول صورة اتنين وخمسين نظر الايه بقى نظرا لانجازات صورة يوليو لانجازات كبيرة اتنين مساعدة العرب مساعدة الشعوب العربية على الاستقلال والافريقية كمان نظرا لرفض انجلترا حلف بغداد حلف بغداد خمسة وخمسين نظرا لرفض مصر الدخول في حلف بغداد اللي عملته انجلترا ثم رفض التأييد الغربي لليهود مصر رفض التأييد الغربي المين لليهود؟ فتعرضت مصر بعد صورة اتنين وخمسين لمؤامرات عديدة زي ايه المؤامرات دي؟ عدوان ستة وخمسين وعدوان سابعة وستين السؤال دا جميل ومهم جدا ونخلي بنا ايه؟ من الله يخليكم طيب لما نيجي نقول بعدها تدهورت مين اللي تدهورت عندي؟ التجارة اي تجارة بالزرطة عندي انا عندي انوعة كدرية جدا من التجارة تدهورت تدهورت التجارة الخارجية نقطع لها كده ونشوفها في مصر امتى بالتحديد تدهورت التجارة الخارجية في مصر؟ في زمن الحكم العثماني في عهد الدولة الايه؟ العثمانية بسبب ايه اللي خليت تجارة الخارجية تدهورت في مصر في ظل الحكم الايه؟ العثماني نقول واحد عندي ركز معايا اول حاجة عندي بنقول الجزية السنوية اتنين الصراعات الداخلية تلاتة عدم استقرار الامن عدم استقرار الامن اربعة الكشوف الجغرافية ركز كده تدورت عندي التجارة الخارجية في مصر في ظل الحكم العثماني بسبب الخارجية تدورت ليه هل الجزية السنوية اللي بتروع له السلطان والعداية ولا هل الصراعات الداخلية اللي حصلت في مصر ولا عدم استقرار الامن ولا الكشوف الجغرافية طبعا بنقول عندي الكشوف الجغرافية طيب ليه بنقول الكشوف الجغرافية بص كده معايا قد عندي انجلترا كبتية كده وتمشي منين من مصر بالبضاعة بتاعتها توصل اوروبا في الحالة دي مصر بتاخد جمالك وبتاخد ضرائب على هذه البضاعة وبنشتغل بالتجارة في نفس الوقت طب لما اكتشفوا رأس الرجاء الصالح والدوران حول افريقيا بدأت التجارة بانما بتمشي من مصر تلفوا حون ايه افريقيا خسنت مصر كتير اللي تحولوا التجارة الى رأس الرجاء الايه الصالح ممكن برضو نفس الكلام نقول عندي في نفس السؤال ده برضو خلي بانا كده لو قلنا تدهورة التجارة وشننا كلمة الخارجية وحطينا التجارة الايه الداخلية ليه يا أستاذ التجارة الداخلية طب نحمل لها سؤال صغير كده تدهور التجارة الداخلية في مصر العثمانية لانا التجارة الداخلية في مصر العثمانية حصل فيها تدهور لما نجي نقول اول حاجة عندي واحد ركز كده الكشوف الجغرافية اتنين اختلاف وجود الاجانب في مصر يعني عندي اجانب كتير موجودين ايه في مصر رقم تلاتة اختلال النظام المالي في مصر رقم اربعة عدم استقرار الامن ركز كده كشوف جغرافية اختلاف وجود الاجانب اختلاف النظام المالي عدم استقرار الامن ايه السبب ده نقدر نقول هنا واستاذ عندي اختلال النظام المالي لو عدم سببات كومت العملة ادى للخسارة باستمرار ما بين التجار وبعضيهم كله كان بيخسر اللي بيشتغل وبيبيعه وبيشتري اللي اتنين كان ايه كان بيخسره طيب بدأ الصراع الاستعماري بين مين ومين بقى انجلترا وفرنسا كان في القرن الكامل والكل يفتكر خلي بالك من القرون السبعتاشر طيب الكلام ده كان في عهد اي ملك بالضبط من ملوك فرنسا صراع الاستعمار بين انجلترا وفرنسا بدأ في القرن السبعتاشر واستمر طول القرن التمنتاشر واحد لويس الاربعتاشر اتنين لويس الخمستاشر تلاتة لويس الستاشر اربعة نابليون ركز السؤال سهل صراع الاستعمار بين انجلترا وفرنسا بدأ في القرن السبعتاشر واستمر طول القرن الكامل ايه التمنتاشر طيب لما نجي نتكلم ونقول له يا استاذ في عهد مين من دول ها تقول لي يا استاذ بسيطة خالص في عهد الويس الكامل الاربعتاشر ليه لانه احنا قلن الويس الاربعتاشر في القرن السبعتاشر كان يهدف الى ضرب ضرب ايه تجارة هولندا في الهند واللي بتعد منين من مصر كلام بسيط سؤال تالي برضي خش ايه الحكام هنا اه حققت مين اللي حققت الحملة الفرنسية على مصر اهداف اهداف مين بالزبط الملك الحملة الفرنسية لما جات مصر حققت اهداف اي ملك من الاربعة دول او من الاتراتة دول واحد لويس الاربعتاشر لويس الخمستاشر لويس الستاشر نابليون ها اختار كده الحملة الفرنسية حققت هدف مين من دول طيب ما هي حققت هدافهم كلهم يا استاذ انا عايز هدف واحد بقى عايز هدف واحد الحملة حققت هدف مين من دول تقول لي يا استاذ اه الحملة بالفعل لما جات زعلت مين انجلترا في انجلترا بسرعة رحت عاملة معاهدة مع ايه سلطان عمان الف سبعمية تمانية وتسعين طرد من عنده كل الرعاية الهولنديين والفرنسيين طيب مين اللي كان هدفه يضرب هولندا لووس الكام الاربعتاشر اش ده اللي احنا قلنا لووس الاربعتاشر عايز يبعد حملة فرنسية الى مصر لضرب بتجارة هولندا في الهند واللي هتتمر بمين بمصر هوضح حالك تاني هنا فيها ربط ايه انت هنا بتربط بين ايه بنربط ما بين الفصل الاول والفصل الخامس خلي بالك كده معي قادي شبه الجزيرة العربية لما جات الحملة الفرنسية ايه هنا عندي على مصر ايه اللي حصل يا استاذ حاملة الفرنسية جات هنا مين اللي في الهند انجلترا زعلت دي اليمن قادي عمان هي راعة انجلترا عاملة معاهدة مع سلطان عمان اول بند فيها طرد كل الرعاية اي رعاية عندك من هولندا ومن فرنسا تبقى هنا ضربنا قدرنا بين بمصالح فرنسا وهولندا في منطقة الايه الشرب فنخلي من الله خليكم بسيطة طيب لما نيجي نقول عندي ارتبطت ارتبطت ايه بالظبط هنجيب الفكر الاولاني نتيجة الحركة الانفصالية نتيجة مش الحركة بقى نفسها نتيجة الحركة الانفصالية هي الحركة الانفصالية دي قامت امتى الف سبعمية تمانية وستين بايه الحركة الانفصالية نتيجتها ارتبطت خلي بالك حركة بتاعت من كله عارف طبعا الحركة دي بتاعت علي بيك الكبير حركة الانفصالية واحد الارتباط بتاعتنا يا استاذ كان مسندة فرنسا للعثمانيين اتنين تدخل الزعامة الشعبية تلاتة انقسام المماليك اربعة نجاح فرنسا في احتلال مصر اختار كده نتيجة الحركة الانفصالية لعلي بيك الكبير على لما عمل حركة الانفصالية الحركة فشلت طيب انت تعرف بها دلوقت ان النتيجة هنا وهي فشل الحركة النتيجة فشل ايه الحركة طيب ارتبطت نتيجة الحركة لفشل علي بيك الكبير الانفصالية بنقاط هل مسندة فرنسا العثمانيين ولا تدخل الزعامة الشعبية ولا انقسام المماليك ولا نجاح فرنسا في احتلال مصر طبعا هنقول هنا هي انقسام المماليك طب ليه يا استاذ ما نقولش نجاح فرنسا ما هو انقسام المماليك قدى الى الضعف والضعف في الاخر قدى الى نجاح مين فرنسا في احتلال ايه في احتلال مصر طيب برضو لما نقول حدثة حدثة فراغ سياسي يعني ما فيه السلطة الحكومة ايه سابت عندي حدث فراغ سياسي في مصر بعد معركة البلد بقى فيها فراغ سياسي ليست هناك حكومة سابتة اول معركة عندي حصلت بعد دخول فرنسا بنقول عندي من المعركة ابي قير البحرية اتنين موقعة شبرخيت تلاتة معركة امبابا خلي بالك معركة امبابا اربعة مقاومات الاهالي في الصعيد مقاومات الاهالي في الصعيد الفراغ السياسي اللي حصل في مصر حصل امتى بالزبط يا استاذ نقول اه حصل بعد معركة امبابا اش معنى بعد معركة امبابا تعاندك بعد معركة امبابا على طول ايه اللي حصل بعد معركة امبابا بعد شبرخيت هزيمة كبيرة للمماليك كويس شبرخيت غرب الدلتا اهيه حصل هزيمة للمماليك هنا كده غرب القاهرة امبابا زحف القوات الفرنسية من اسكندرية لشبرخيت ثم امبابا النتيجة ايه بتاعت امبابا اتهزم المماليك طب نتيجة الهزيمة هروب مراد مراد بيك راح يجرى على الصعيد ابراهيم بيك ومعاه الولي الايه العثماني جريه على فين على الشام طب القاهرة بقت فاضي ولا فاحد خلت القاهرة من اي قوة دفاعية طب مين اللي دخل واحتلت القاهرة فرنسا فرنسا دخلت واحتلت الايه القاهرة خلي بنا كلام بسيط خالص ماشي طيب من ضمن الاسئلة اللي جات برضو في الامتحان واسئلة متوقعة منشور نابليون قال ايه نابليون في المنشور قال انني ما جئت اوليكم ان اللي اخلص حقكم من الظالمين الذين يستنزفون صروات البلاد وانني احسن من المماليك اعبد الله واحترم القرآن ونبيه العظيم وان الشيء الذي يفرق الناس عن بعضهم هي الفضاء والعقل واذا كان المماليك قد ورسوا هذه الارض المصرية فليورنا الحج التي كتبها الله لهم كلام جميل زي الفل كلام نابليون هنا زي الفل هدف العام من المنشور مجاملة الدولة العصبانية بالقدر المستطاع اجتزاب الشعب المصري ضرب المماليك في الاخر بعد الكلام الجميل ده قال هدد بحر القرى والمدن التي تقف واجه الحملة اي حد يفوش الحملة هنولع فيه برضو اسموها الكلام الحلوه هو انا بجامل السلطان لانه انت بتحب السلطان بصفة خريفة المسلمين هاضرب المماليك لانهما اللي بيستنزفوا صراوات الشعب المصري وبيتعبوا الشعب المصري هجامل الشعب واعمل له حكومة اهلية يحكم فيها بلده اللي مش هيسمعها الكلام ده انا بقوله هو يعني قد اعذر من انظر هنحرق اي حد يشك النوع من انواع الخطر والمقاومة ضد ايه الفرنسيين يعني لقدرنا منشور نابليون هنا منشور متعارض او منشور متناقض او منشور نابليون احتوى على الترغيب وعالترهيب حاجات بسيطة او سهلة والله العزيز اللي انت حانسة كتاب معاك والدنيا جميلة ركز بس في المعاني كده وبص على العمق الخايف اللي فيها العمق اللي جاء في الامتحان بشتي الاول لحاجة طب لما نقول عندي كده يتضح ركز معايا يتضح من خلال المنشور رغبة نابليون في من خلال المنشور رغبة نابليون في ايه التقرب للشعب المصري طب هو عايز تقرب من الشعب ليه بقى يا استاذ عشان يوقف معاه طب هو عايز تقرب من الشعب من خلال المنشور لما قال ايه اول حاجة عندي مجاملة السلطان لما قالها جاملكم اتنين لما هدد بحر القرى والمدن اللي هتتقف في وجه الحملة لما قال انه صاحب فضائل دينية ويحترم القرآن ونبيه العظيم ولا لما قال التخلص من ايه المماليك تبينوا يتضح من خلال المنشور المقابل ان نابليون او رغبة نابليون في التقرب من المصريين هيقرب من الناس من خلال ايه مجاملة السلطان ولا هدد بحرق القرى ولا صاحب فضائل ولا التخلص من المماليك طبعا هنقول هو هنا بيقول من وجه نظره ان هو لما يخلص من المماليك الشعب المصري هيرتاح وفي الحالة دي الشعب يقف معاه ضد مين ضد المماليك طب لما نيجي نقول عندي كان الصراع بين انجلترا وفرنسا صراع استعماري ركز معاك ده في السؤال الصراع بين انجلترا وفرنسا كان صراع ايه؟ استعماري على المستعمرات تمام ثم اتخذ بعدا اخر شكل تاني الكلام ده كان بعد ايه بالزبط صراع بين انجلترا وفرنسا صراع المستعمرات ثم اتخذ بعض اخر بعد ايه؟ واحد الصورة الصناعية اتنين الصورة الفرنسية تلاتة الصورة التجارية اربعة البحث عن المستعمرات اختار الصراع بين انجلترا وفرنسا كان صراع استعماري تمام اتخذ بعض اخر امت؟ بعد الصورة الفرنسية اصبح الصراع عندي بعد الصورة الفرنسية صراع على المستعمرات ولا صراع على مبادئ الصورة تقول له يا استاذ الصراع بعد الصورة الفرنسية اصبح صراع على مبادئ الصورة ركز معي كده لما اجي اقول عندي قاعد الصراع بين انجلترا وفرنسا اول حاجة عندي لما اقول الصراع بدأ من القرن الكام السبعتاشر والتمنتاشر على المستعمرات المستعمرات خليبا لك من المعلومات الاسرائيلة مهمة المعلومات الاسرائيلية المعلومات الاسرائيلة اللي مكتوبة في مربعات اقراها انت هتخسر لي من كتاب معاك في اللجنة طب البحث عن المستعمرات ليه؟ الصورة التجارية الرأسمالية التجارية الماركنتيلية صناعة الأسواق طب نhorn على المستعمرات طب بنحده نقول ان الصراع تغير اه تغير الصراع واتخذ بعضا آخر يعني شكل جديد ايه ام تبقى بعد الثورة الفرنسية طب ليه الصراع تغير بعد الثورة الفرنسية تغير على المبادئ على مبادئ الثورة ازاي تغير على مبادئ الثورة انت كان عندك انجلتورة وفرنسا بايه النظام في الاتنين نظام ملكي طب نديجة للكلام ده حصل ايه عندي يا استاذ ما ينفعش ما ينفعش ليه النظام بعد كده فرنسا اتلاغت الملكية واعلنوا الجمهورية ملكية اتلاغت اعلنوا النظام الايه الجمهوري قادوا على النظام الاقطاعي والنظام ده كل موجود في اوروبا طب مين اللي هيحصل في الحالة دي ملوك اوروبا كلهم خافوا من فهم انجلترا لأ نضرب مين فرنسا فتحولت صراع بين انجلترا وفرنسا من صراع على المستعمرات الى صراع على ضرب من ببادئ الثورة الايه الفرنسية طب لما نجي نقول عندي برضو رأت مين اللي رأت رأت فرنسا رأت ايه فرنسا في المحاولة الرابعة لاحتلال مصر تحقيق نقط هنحقق نقط ايه اللي اتحققه طبعا في عندي هدف لازم يتحقق ركز معي رأت فرنسا في المحاولة الرابعة لاحتلال مصر تحقيق اهدف نقط اول حاجة عندي بنقول سياسية واقتصادية اتنين اقتصادية وعسكرية تلاتة اقتصادية واجتماعية رقم اربعة فكرية وعسكرية الهدف الرابع عندي هنا بتاعنا بليون اللي هو الهدف الرابع اللي جاب الحاملة هنا فعلا بهدف غزو وضرب مين مصر هل هو السياسي واقتصادي ولا اقتصادي وعسكري ولا اقتصادي واجتماعي ولا فكر وعسكري خلي بالك معايا كده بنقول هدفنا اقتصادي وعسكري عسكري ضرب انجلترا في الشرق اقتصادي تسهيل طرق التجارة تعرفهم كده عندي اهداف الحملة الفرنسية على مصر انا عندي هداف الحملة كم هدف اهداف الحملة الفرنسية بنقول واحدة تسهيل تقويد إنشاء ركز كده تسهيل السيطرة على ايه على الطرق التجارية تقويد الامبراطورية البريطانية في الشرق يعني ضرب الامبراطورية البريطانية إنشاء امبراطورية فرنسية في الشرق اذا الهدف هنا بنقول عليه هدف ايه هدف اقتصادي وهدف ايه عسكرية طيب تمام نقول برضو عندي من أسباب من أسباب اهمال الفلاح والدولة مش الفلاح لوحده سبب في اهمال الفلاح والدولة للزراع ايه السبب واحد واحد نظام الملكية اتنين نظام الانتفاع نظام الالتزام 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 ينفع كوية الجسور وحفظ الامن فترتب عليها تدور الزراعة بصفة ايه عامة نظام الحكم هنا اوجد نظام الالتزام والتزم هيسرق الفلاح ويدي للايه للوالي والسلطان فنظام الالتزام نظام الالتزام نظام الالتزام نظام الالتزام فحصل عندي ايه تدهور كبير في الزراع طيب لما نيجي نقول عدم كان عدم استقرار الامن عدم استقرار الامن ساببا في ركز معي كويس في تدهور عدم استقرار الامن سابب في تدهور ايه واحد الصناعة والتجارة ركز في اللي هكتبه كويس طيب الصناعة والزراعة طيب التجارة والزراعة طيب الصناعة والتعليم نركز كده كان عدم استقرار الامن سابب في تدهور ايه استقرار الامن ما فيش امن عندي مش قلنا غارات الايه البدو عدم استقرار الامن النزاع بين الفلق العسكرية تدهورة الصناعة والتجارة ولا الصناعة والزراعة ولا التجارة والزراعة ولا الصناعة والتعليم ها قول بالزبط تدهور ايه التجارة والزراعة السؤال هنا سهل انا مرضيش اقرارك التجارة في كذا مكان لان انا عندي هنا الاساس هنا في تدهور التجارة عدم استقرار الامن طيب اي انت بقى اخد معها الزراعة بالمرة لان الوحيدة هنا اللي الدهورة بصورة كبيرة يا التجارة فيها حاجات ممكن تجيبها كده. اه باسبتات بسيطة. التجارة اللي مرحبا عدم استقرار الامن وغارات البدو المطلحكة. طبعا انا عايز اعرف الزراعة. هل الزراعة تأثرت بعدم استقرار امام? طبعا. هو انا لما قول عندي ايه? غارات البدو. هي الحاجة الوحيدة اللي مفتوحة. الحقول. ده الحد النهاردة. الحد النهاردة ده بيحصل. فلما قول عندي التجارة والزراعة كانت ضحية لعدم استقرار الامن. لان هم سروا ايه? التجارة والزراعة الاتنين مع ايه? مع بعض. طيب تمام. لما نقول. اعتمدت. مقاومة. الاهالي. في الصعيد. على. طبعا الاهالي بيقوموا مين? فرنسا. علي واستاذ. واحد. مساعدة العثمانيين. العثمانين ايه? ساعدوها. اتنين. مساعدة عرب الحجاز. تلاتة. اسلوب المناوشات. اربعة. الطبيعة الجغرافية. الطبيعة مساعدة العثمانيين. مساعدة عرب الحجاز. اسلوب المناوشات والمعارك المتفرقة. الطبيعة الجغرافية. طبعا اكتر حاجة هنا عملت مشكلة بالنسبة للايه للفرنسيين في الصعيد? الطبيعة الجغرافية. ازاي? طول وبعد الوادي جنوبا. نشوف كده مع بعض. لما قول عندي اهالي مصر ايه? بعد الصعيد عن مركز الحكم الفرنسي في القاهرة. بص معايا. الصعيد بيبدأ من اين? من الجيزة شمالة. لفين? الى اسوان جنوبا. ومن القصير شرقا. الى الوحاد غربا. شايف المربع ده كله? ارض بعيدة ايه? وارض معظمها صحراوي. ارهقت فرنسا في حرب مطرمية الايه? الاطراف. فعشان كده بنقول ان الشعب هنا في الصعيد اعتمد بصور كبيرة على ايه? الطبيعة الصحراوية. طيب لما نجي نجوم برضو عندي نقطة كمان. اه من الاسئلة المهمة برضو. لما نتكلم على الوضع الاقتصادي? ايه اللي حصل في الوضع الاقتصادي يا واستاذ? تدهور. تدهور. تدهور ايه? تدهور التجارة. احنا قلناها من شوية. الخارجية. ونجيبها بصورة تانية. نجيبها بصورة تانية. تدهور التجارة الخارجية في مصر زمن الحملة الفرنسية. ليه التجارة تدهورت زمن الحملة الفرنسية واستاذ? اه نقول واحد. اقتصار التجارة على الجنوب. الحاجة التانية. معركة ابيقير البحرية. الحاجة التالتة. حصار العثمانيين والانجليز. حصار العثمانيين لمين? لشواطئ طبعا مين? مصر الشمالية. رقم اربعة. الكشوف الجغرافية. ركز كده. لما نقول اقتصار او تدهور التجارة الخارجية في مصر زمن الفرنسيين. اقتصار التجارة على الجنوب ولا معركة ابيقير ولا حصار العثمانيين وانجليز ولا الكشوف الايه? الجغرافية. بنقول طبعا عندي ما تنفعش هنا الاول الكشوف الجغرافية لده كان في العهد العثماني. حصار انجلترة تنفع. اقتصارها على الجنوب تنفع. معركة ابيكير تنفع. بس اكبر حاجة عندي هنا ايه يا استاذ. حصار العثمانيين والانجليز. حد قولي ابيقير. ما اصلا ابيقير هتده فرصة لحصل الانجليز بس انها مش هتدخل معي مين العثمانين اللي موجودين فين في سوريا في الفترة دي طيب لما نقول برضو اقتصرت صلاة مصر التجارية في هذه الفترة اقتصرت صلاة مصر التجارية في العهد العثماني اقتصرت صلاة مصر التجارية في العهد الايه العثماني على ايه بالزبط يا واستاذ على جنوب افريقيا لازم تكون عارف خرايا كويس تستند عند الجغرافيا السياسية وفاهموا على غرب افريقيا على جنوب اوروبا على غرب اسيا تركز كده اقتصرت صلاة مصر التجارية في العهد الايه العثماني على ايه جنوب افريقيا غرب افريقيا جنوب اوروبا غرب اسيا احنا عندنا لما اتكلمنا قلني ايه المنطقة اللي عندي قلنا نظرة للاكتصرت صلاة مصر على حقود البحر المتوسط والحبشة والسودان وبلاد اليمن طب لما اجي اتكلم هنا طب ما انا كده ينفع عندي ايه جنوب افريقيا لا دي ما تنفعش لان الجنوب دي تحت خالص في قارة ايه افريقيا بينفعش عندي الجنوب لاني ما عندي في الشر غرب افريقيا لها ما فيش علاقات طب جنوب اوروبا مم تنفع جنوب اوروبا اه انت قلت حوض البحر متوسط. طب غير بواسطة ما ينفع عشان فيها اليمن بس اليمن دولة واحدة. انما ايه لمول ايه جنوب اوروبا حوض البحر بالكامل. يعني عدد كبير جدا او حد ممكن ايه يكون نقص بتوسع كبير شوية في هزه الايه الاماكن. انشأ نابليون عدة دوين في مصر. انشأ نابليون عدة دوين في مصر. طبعا عمل دوين كتير جدا نابليون. الدوين دي ما لها واستاذ. سلطتها مقيدة بمصالح فرنسا. تمام. دوين كتيرة مقيدة بمصالح فرنسا. ايه الهدف? بهدف ايه عندي يا واستاذ? بهدف واحد. نقل السلطة للطبقة الوسطى او نقول للشعب زي ما قال في المنشور. او اتنين محاولة منه للسيطرة على مصر. او كسب ثقة الزعماء. انه هيحاول ليك سيطرة ايه? الزعماء في مصر او التقرب للشعب. بصفة عامة. هل هو لما عمل الدوين دي كلها واستاذ. دوين الحكم اللي عمل نابليون. مقادم مصالح فرنسا. بتادف لايه? عايز الشعب فعلا يحكم ولا يسيطر على البلد ولا ليك سيطرة الناس ولا التقرب من الشعب? طبعا السيطرة على ايه? الحكم. ليه السيطرة على الحكم. نابلون لما اتكلم قال خير وسيلة. لمعرفة هذه البلاد هو التقرب للشعب المصري. لازم اعرف الشعب المصري. هعرف الشعب المصري ازاي? هقال لك هندخلهم الداوين. اش معنى الداوين? قال لك الداوين هنا هتخاني اعرف ما يدور في ازهان المصريين. وبالتالي يقدر يحط سياسات حكم ناجحة. فعمل بقى الديوان العام وديوان القاهرة وديوان الايه? الاقاليم. طيب. ناخد برضو نقطة معنا كده. ونتكلم على التدهور اللي حصل عندي في مصر. لما اقول اه التدهور الاساسي عندي انا فيه تلات نقطة من التدهور عايز اقولهم. ايه هم يا استاذ? ركز معي كده. التجارة الخارجية. عشان ما اكتبهمش نقعد نطول فيهم. اتنين. التجارة الداخلية. طيب. رقم تلاتة. الاقتصاد المصري. رقم اربعة. تقلص الاقتصاد. ده مش اختيارات. ده نقطة عايز اوضحها بس. يعني الاساس عندي في تدهور التجارة الخارجية ايه? ايه الاساس عندي هنا? في التدهور. حركة الكشوف الجغرافية. دي خلاص. طيب ايه الاساس عندي في تدهور التجارة الداخلية يا استاذ? طبعا الامن. عدم وجود امن ده كارثة. كل حاجة نسبحها عدم الامن. طيب لن ما قول عندي تدهور الاقتصاد المصري? هنقول السبب فيه الجزية زائد الضريبة السنوية. الجزية والضريبة الايه? السنوية. طيب لن ما قول تقلص الاقتصاد يا استاذ? لا. هنا بقى فيه فرق ما بين تدهور الاقتصاد وتقلص الاقتصاد او تقلص التجارة الخارجية واوضاع الاقتصاد المصري. ده بسبب ايه يا استاذ? الصراعات الداخلية. عشان ما نكتبهم شو مئة تانية هنا نطول فيهم. طبعا هنا عندي لازم تعرف ان التجارة الخارجية في العهد العثماني سبب التدهور فيها الكشوف الجغرافية. تجارة داخلية عدم استقرار الامن. تدهور الاقتصاد المصري في ظل الحكم العثماني الجزية والضريبة السنوية اللي بتروح للسلطان. تقلص الاقتصاد بصفة عامة في ظل الحكم العثماني وتدهور التجارة الخارجية. بنقول عندي الصراعات الداخلية بعد وفاة مين? علي بكل ايه? الكبير. او بعد اخيان تابو الدهب وعلي بكل ايه? الكبير. طيب تمام. بنقول برضو عندي سؤال نجحت فرنسا في هزيمة محمد قريم والنجاح في احتلال الاسكندرية. نجحت فرنسا في هزيمة محمد قريم واحتلال الاسكندرية. بسبب ايه? اول حاجة عندي بنقول ضعف المقاومة الشعبية. يعني مقاومة الاهالي كانت ضعيفة في اسكندرية. اتنين انقسام المماليك. المماليك ما كانش ايه? موحدين. نقدر نقول قوة فرنسا العسكرية. اربعة تخل السلطان او نقدر نقول عجز السلطان العثماني. انهي فيهم دول بقى. نجحت فرنسا في هزيمة محمد قريم واحتلال مدينة. ضعف المقاومة لا قاوم. انقسام المماليك نشوف. قوة فرنسا لا. نقدر نقول النجاح هنا على طول مفيش حد قاوم. خالص يعتبر لان في انقسام المماليك. انقسام المماليك قد الى استنزاف قوتهم في الصراعات الداخلية. وانصرفوا عن تحسين حدود البلاد الخارجية. الامر الذي سهل لفرنسا الى دخول ايه? مصر. طيب لما نقول توجد توجد علاقة بين علاقة بين ايه واستاذ? اشتراك العلماء والاعيان. الاتنين? اه. في دواوين فرنسا. لما دخلت فرنسا وعملت ايه? عملت عندي دواوين. الكلام ده. كان ليه نتيجة بالنسبة للاشتراك الاعيان. اثناء الحالة الفرنسية? اه. طيب ايه يا وستاذي نتيجة عندي? واحد. لما نقول ارتفاع مكانة نابليون لدى المصريين. اتنين. نقل السلطة للطبق الوسطى بالفعل. بعدها التعرف. التعرف على النظم السياسية الديمقراطية الجديدة. بعدها رغبة فرنسا في عزل المماليك سياسيا. تاني كده معايا. لما اقول عندي ارتفاع مكانة مين? نابليون. نقل السلطة للطبق الوسطى. التعرف على النظم السياسية الجديدة. رغبة فرنسا في عزل المماليك تبقى نقول التعرف على النظم السياسية الايه? الجديدة. طيب تمام. برضو لما نيجي نقول عندي كانت معركة نقط سببا في التقرب ما بين العثمانيين والمماليك. ركز في دي كده. في معركة سبب التقارب بين المماليك والايه? والعثمانيين. اي معركة دي? ناخدنا كزا معركة. ابيقير. البحرية. شبرة. خيد. في البحيرة. امبابة. في الجيزة. ركز معايا. الاسكندرية. سبب في تقرب المماليك والعثمانيين مع بعض. اها ما هي معركة سببت في تقرب مماليك والعثماني مع بعض. ها? برافو عليك. تقولي بقى امبابة في الجيزة. ليه امبابة في الجيزة? احنا لما اتكلمنا عن معركة امبابة. قل نے ايه اللي حصل عندي في امبابة? هزيمة المماليك. اتهزم المماليك. طو بعد ما تهزم المماليك يا استاذ ادي هنا كده مبابا حصل ايه في مبابا فرق مراد بيك للصعيد لسه اله دلوقت ابراهيم بيك العثماني اللي المملوكي مع الولى العثماني خاد قدوم في قدوم بعض وهربوا على فين على الشام اذا ان هنا عندي ابراهيم ادي مملوكي والي ادي عثماني اللي اتنين هربوا مع بعض على فين على الشام طبعا معنى كده ان فيه تقارب حصل ما بين مين يا استاذ المملك والعثمانيين بعد معركة ايه مبابا كانت مين هي الحملة الفرنسية على مصر الحملة الفرنسية على مصر سببا في اول حاجة عندي مهاجمة العثمانيين لمصر حاجمة ده عثمانية مصر عشان تدرى بايه فرنسا تغير السياسة الخارجية العثمانية عقد السلطان اتفاقية العريش ارسال السلطان حمالات لمصر ها حملة الفرنسية على مصر سبب في ايه مهاجمة العثمانيين لمصر ولا تغير السياسة الخارجية للعثمانيين ولا عقد السلطان اتفاقية العريش ولا ارسال السلطان حمالات بالفعل تغير السياسة الخارجية للدولة العثمانية يعني ايه تغير السياسة الخارجية ايه علاقة ده بالسياسة الخارجية اقول لك انا انا مش كان عندي هنا بص كده معايا لما اقول لك العلاقة بين روسيا والسلطان ما لها العلاقة دي يا استاذ لما قلوا لها عندي حرب الف سبعمية تمانية وستين واللي استغلها عالبك الكبير فاكرها اه تمام طب التانية ها ود اللي هو بنسميها ايه تحالف حصل تحالف ايه يا استاذ ده فاكر انت التحالف اللي حصل الف سبعمية تسعة وتسعين حصل بين مين السلطان زائد روسيا زائد انجلترا اتفقوا التلاتة يساعدوا السلطان في ارسال حملتين الى مصر لطرد نابليون واحدة تيجي من الشام واحدة يعني هنا عندي في الاول خالص اهو حرب سبعة سبعمية وستين كانت بين مين روسيا والسلطان طبع لغتهم كانت وحشة في نفس القرية قرن نفسه نص تاني من القرن التمنتاشر تبريجعة العلاقة تغيرت اه طبع الحملة الفرنسية هي السبب في تغيير العلاقة من السلطان وروسيا الحملة الفرنسية هي السبب ليه واستاذ لان السلطان استعم باعداؤه اللي هي مين روسيا للتخلص من مين من نابليون فنخلي من الله يخليكم كده طيب لما نقول عندي ظهر ظهر اول خلي لكم كلمة اول دي اول دي لها مشاكل معي كتير عندي ظهر اول تحالف مملكه عثماني تحالف مملكي عثماني يا هل المملكة تحالفه مع العثمانيين ها ظهر اول تحالف مملكه عثماني ضد الحملة الفرنسية التحالف المملكة العثماني اللي ظهر ضد الحملة الفرنسية ده كان في عهد قيادة مين واحد نابليون اتنين كيليبر تلاتة مينو اربعة دبوي اول تحالف اول تحالف مملكه عثماني طب ده انت ليس اهل دلوقتي ان في عندي حركة عالي بيكل كبير وفي زعل ما بين المملكه مين والعثمانيين ازاي حصل تحالف بينهم حصل الكلام ده في عهد مين يا وستاذ في عهد قيادة مينو للحملة الفرنسية ليه لان منو لما جاه ينو البقاء ولا الرحيل ينو البقاء الحملة الفرنسية هتقعد مش هتمشي خالص وتخرج منين من مصر في الحالة دي لازم الكل يتحد سواء انجلترا او الشعب او الممليك او السلطان لازم يحصل الاتحاد من الكل عشان يخرجوا الحملة ايه الفرنسية ايه من مصر نهائيا طيب كلام جميل لما نيجي نقول برضو عندي اقترح مينو خلابك بعد من السؤال كان في النظام القديم كان سؤال ايه يعني من السهل اقترح مينو مجرد اقتراح مينو اقترح ايه واستاذ انشاء مصانع انشاء ايه مصانع اقترح مينو انشاء مصانع حلو قوي وبعدين لا تضم عمالا مصريين طيب اقترح هنا مينو انه يعمل مصانع اللي ما تضمش عمال مصريين ليه واستاذ واحد اول حاجة عندي لرغبته في الاعتماد على الفرنسيين اتنين عدم معرفة الصناعة العسكرية لفرنسا عشان معرفش الصناعة الايه العسكرية رغبته راكس دي كده في استمرار التفوق الحضاري لفرنسا فرنسا اعتماده على المصريين في الزراع طبعا مينو الهام المصاري اللي ما تضم عمال مصريين رغبة في الاعتماد على فرنسا بيحب الفرنسيين ولا عدم معرفة الصناعة العسكرية للمصريين ولا رغبته في استمرار التفوق الحضاري لفرنسا بس ولا اعتماد على المصريين في الزراعة طبعا بيقول رغبته في استمرار التفوق الحضاري لفرنسا بس. آآ ناخد نقطة كمان معنا. آخر نقطة معنا. نقول استحب نابليون. نابليون استحب مين معي واستاذ? علماء. جاب علماء. من اين? من فرنسا. ليه نابليون جاب علماء من فرنسا? رغبة منه فيه. اول حاجة نقطة معارف فرنسا للشرق. اتنين. تحويل مصر. مستعمرة فرنسية. التعرف على تاريخ مصر. النهوض بالاقتصاد. المصري. تبقى في الحالة دي. بقولنا باليون جاب معه علماء في كل المجالات. عشان نفسه يحول مصر مستعمرة ايه? فاصل ثم هنعود من جديد فانتظرونا.